اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والعلمات للعلوم التطبيقية بشكل أساسي أو المهارات الأساسية والأخرى تخصص عميق دراسة عميقة في تخصص واحد الرخص الدولية تعطي المهارات الأساسية للحاسب بشكل عام بينما الشهادات التخصصية عبارة عن دراسة تخصصية عميقة لموضوع واحد هذا كان موضوعنا في الشهادات العالمية للحاسب للدرس الماضي الآن السؤال هل حصولك على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الاي ستي ديل تؤهلك لأن تكون مبرمجا؟ برأيك؟ هل يكفي أن تحصل على رخصة دولية لأن تكون مبرمجا؟ وتتعامل مع البرمجيات وتطلق التطبيقات البرمجية؟ قبل الإجابة على هذا السؤال أو ماذا سيساعدنا للإجابة على هذا السؤال؟ نستعرض مع المثال التالي المثال يتكلم عن طالب مشتهد طالب اسمه عبد العزيز مشتهد في دراسته في المرحلة الثانوية عازم على أن يقدم أفضل ما لديه لخدمة دينه ووطنه لم يقرر إلى الآن ما هو التخصص الذي سيدرسه في المرحلة الجامعية ولكن أثناء تصفحه لإحدى المجلات الإلكترونية وجد الخبر التالي طبيب سعودي يحصد جائزة التميز في علوم الأوبية لعام 2019 هذا الطبيب اسمه جعفر التوفيق موضوع كان حافز وعثار فضول الطالب عبد العزيز خصوصا في هذا الوقت الذي يتوافق مع انتشار بايروس كورونا كوباء عالمي أثار فضوله وأراد الاستزادة وعرف أن هذا الطبيب تخرج من إحدى الجامعات السعودية وتخصص في الطب الباطني ثم تم ابتعاثه إلى الولايات المتحدة وقدم الكثير من الدراسات التي تخصصت في علوم الأوبية مما نال على إثرها جائزة تميز خاصة في علوم الأوبية طبعا هذا المثال حفز الطالب عبد العزيز وأراد أن يقتدي به وأراد أيضا هو أن يكون له دور ليخدم دينه ووطنه فقرر أن يتخصص في نفس التخصص وبدأ يرسم خارطة لتحقق أهدافه المستقبلية وكانت خارطته بهذا الشكل أولا حدد الهدف طبيب مختص في علم الأوبية ثم بدأ يرسم المطلوب منه أولا استكمال الثانوية ومتطلبات الجامعة سواء في اختبارات التحصيلية أو اختبار القدرات ثم سيدرس الطب العام وبعدها ينتقل ويتخصص إلى الطب الباطني ثم الأمراض المعدية ويقدم دراسات وأبحاث عن عدو الجهاز التنفسي الفيروسي ليتمكن من مواجهة فيروس كورونا ويكون جندي من جنود قطاع الصحة الذي يخدم الوطن طبعا هذه الخريطة يعني تيقن الآن عبد العزيز أن الموضوع لن يتحقق بقراءة مقالة أو حتى شهادة رخصة معينة أو شهادة غير متخصصة الموضوع يحتاج إلى دراسة جامعية مختصة ونفس الشيء بالنسبة للبرمجة لن تستطيع أن تكون مبرمجا إلا إذا تخصصت في علم البرمجة وهو موضوعنا اليوم في ضمن مهن وتخصصات الحاسب وهو التخصصات الجامعية في الحاسب ويمكنك عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة متابعتنا من خلال فتحك لكتاب الطالب الصفحة 163 نبدأ في تخصصات الجامعية والتي تختص بعلم الحاسب طبعا أولت حكومتنا الرشيدة الكثير من الاهتمام والرعاية للجامعات سواء كانت الحكومية أو الأهلية منها وكان من ضمن أحد أهدافها المهمة لتحقيق رؤية 2030 هو أن رفع المستوى التعليمي المقدم في الجامعات وأيضا محاولة أن يتوازن مع متطلبات سوق العمل حتى يتوازن مع متطلبات سوق العمل إذن نحتاج إلى الاهتمام بعلم الحاسب الآلي نظرا لأن الحاسب الآلي أصبح منتشر في كل مكان وأصبح الاعتماد عليه اعتماد كبير فمعظم الجامعات فتحت كليات خاصة بعلوم الحاسب وهي ما سنتعرف عليه الآن كل كلية لها تخصصات معينة الحقيقة أن التخصصات كثيرة وفروعها كثيرة لكن في مهن وتخصصات الحاسب سنركز على الأهم والتخصصات التي تعتبر تخصصات رئيسية في علم الحاسب هذه التخصصات يمكن تلخيصها في خمسة فروع أساسية هندسة الحاسب علوم الحاسب نظم المعلومات تقنية المعلومات وهندسة البرمجيات نبدأ بأول تخصص جامعي هندسة الحاسب هندسة الحاسب هو علم يعني بالهندسة الكهربائية والإلكترونية بالإضافة إلى تخصص الحاسب إذن يجمع بين التخصصين هندسة كهربائية وإلكترونية لأنه يهتم بالقطع الإلكترونية بدراسة طريقة تركيب وبناء القطع الإلكترونية الداخلية سواء كانت معالج أو ذاكرة أو لوحة حاضنة أو غيرها بالإضافة إلى طريقة ربط هذه القطع الإلكترونية ببعضها البعض عن طريق البرمجيات إذن يحتاج متخصص أو الدارس في هندسة الحاسب إلى علمين أساسيين يحتاج إلى هندسة كهربائية وإلكترونية كما يحتاج إلى لغات برمجة وأمن معلومات وغيرها بالإضافة إلى بعض المبادئ الرئيسية والنظريات الخاصة بعلم الرياضيات والفيزياء حتى يتمكن من تخصص هندسة الحاسبات حقيقة هندسة الحاسبات الآن اشتهر ببناء البرمجيات المدمجة الآن أصبح التركيز الأكثر على بناء البرمجيات المدمجة ونعني بالبرمجيات المدمجة عملية إدخال الحاسب على بقية الأجهزة مثل الهواتف الذكية أو الطيار الآلي أو حتى الأجهزة المنزلية العادية الغسالة، المايكروويف، السلاجة جميعها يمكن إدخال الحاسب الآلي ضمن أنظمتها لتكوين برمجيات مدمجة وتعتبر العامل الرئيسي أو الجزء الرئيسي في إنترنت الأشياء هذا كان أول تخصص من التخصصات الجامعية وهي هندسة الحاسبات ننتقل الآن إلى العلم أو التخصص الأكثر شعبية وهو علوم الحاسب يعتبر علوم الحاسب من العلوم الأكثر شعبية ومطلوبة كثيرا في الأسبق يهتم هذا العلم بدراسة البرمجيات ويقدم حلول برمجية من خلال بناء أنظمة وبرامج وتطويرها وتزويد الشركات والمؤسسات بها علوم الحاسب الآلي تقدم أيضا ابتكارات برمجية فعالة مثل ما يخص مجال الذكاء الاصطناعي وأيضا ما يخص التطبيقات بالإضافة إلى برمجة الروبوتات وتعتبر برمجة الروبوتات والتطبيقات من البرمجيات الأكثر طلبا في هذا الوقت والجدير بالذكر عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة أنكم أنتم الآن لديكم خلفية لا بأس بها بالنسبة لعلوم الحاسب حيث درستوا بعض اللغات البرمجية الخاصة في برمجة الروبوتات عن طريق برنامج الروبو مايند في الصف الثالث متوسط كما أنكم أنتجتوا بعض البرمجيات عن طريق برنامج الويجوال بيسيك في الصف الأول ثانوي والآن في هذا الفصل أو في هذا السنة الدراسية الصف الثاني ثانوي قمتم بإنتاج العديد من التطبيقات عن طريق برنامج الان اس بي الان اس بي الخاصة ببرمجة الأجهزة الذكية إذن لديكم ما يؤهلكم لتخصص علوم الحاسب حتى هندسة الحاسب تعلمنا في الوحدة السابقة عمارة الحاسب وهذه تعتبر جزئية من دراسة الإلكترونات والتركيب للمعالجات وغيرها ننتقل الآن للتخصص الثالث وهو نظم المعلومات في نظم المعلومات يجتمع علمي علم الحاسب وعلم الإدارة إذن طالب نظم المعلومات يحتاج لدراسة بعض المواد التابعة لتخصص الحاسب الآلي بالإضافة إلى مواد خاصة تؤهل لفهم العمل الإداري لماذا؟ لإنتاج أنظمة مختلفة مثل نظام شؤون المعلمين نظام شؤون قبول الطلاب نظام شؤون الموظفين وغيرها إذن في الأخير هو يقدم حلول تقنية لأنظمة ومشكلات المؤسسات والشركات يعني مثلا ممكن يكون عندنا مؤسسة أو شركة ما تطلب نظام مثلا لإدارة مستودعاتها من سيقوم بتنفيذ هذا النظام هو مختص في نظم المعلومات لأنه يعرف ببعض الأوامر البرمجية واللغات البرمجية كما أنه لديه علم بعلم الإدارة فسيقوم بإنتاج نظام يؤهل للتحكم أو لحل مشكلة إدارة المستودعات بالنسبة لهذه الشركة ومع التوسع في استخدام أنظمة المعلومات ظهرت العديد من الأنظمة المعلوماتية وأمكن التخصص فيها مثل نظم المعلومات الإدارية ونظم إدارة قواعد البيانات وأيضا تعلمت أيضا في هذه السنة الدراسية عن نظم إدارة قواعد البيانات وأصبحت مؤهلين لتصميم قاعدة بيانات خاصة بكم نظم دعم اتخاذ القرار نظم استرجاع المعلومات ونظم المعلومات الصحية وأخيرا نظم المعلومات الجغرافية وبالنسبة لطلابنا في نظام الفصلي قد تعلموا بعضا من هذه الأنظمة بالإضافة إلى أنكم تعلمتوها ضمنيا في الحكومات الإلكترونية في الباب الخاص في الحكومات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية تعلمت بعض أنواع الأنظمة الموجودة الآن وكيفية التعامل معها وكيفية إدارتها هذا كان التخصص الثالث للتخصصات الجامعية ننتقل الآن إلى تخصص تقنية المعلومات هذا التخصص موجود في كل شركة وكل مؤسسة حيث يوجد قسم يسمى تقنية المعلومات أو أحيانا نطلق عليه فريق دعم التقني هذا التخصص يهتم في التكامل بين المكونات المادية والبرمجية ويركز على احتياجات المستفيدين مهما كان القطاع يعني طالب تقنية المعلومات يجب أن يكون لديه إلمام بمكونات الحاسب المادية كيفية ترابطها مع بعضها البعض بالإضافة للبرمجية بعض البرمجيات وبعض الأوامر الخاصة بأمن المعلومات وغيرها والشبكات طبعا وهي مهمة جدا شبكات في تقنية المعلومات بالإضافة إلى التركيز في احتياجات المستفيدين لماذا؟ لأنه يهتم بالتقنية المستخدمة لكافة القطاعات الإنسانية التي تجعل الخدمات والأنظمة تعمل بكفاءة بمعنى أن فريق الآي تي الخاص بشركة معينة يكون مؤهل للتعامل مع أجهزتها بالإضافة إلى برمجياتها فيما يخص هذا القطاع قطاع أو فريق الآي تي الخاص بمستشفى يختلف تختلف معلوماته عن الآي تي الخاص بمدرسة مثلا أو في وزارة ما أو في شركة ما لأنه كل فريق يهتم بتلبية احتياجات المستفيدين الذين يعمل معهم هذه هي تقنية المعلومات ننتقل للتخصص الأخير وهو من التخصصات الضخمة والكبيرة في علم الحاسبات وتسمى بهندسة البرمجيات هندسة البرمجيات عبارة عن تخصص عميق وكبير جدا يهتم بإنتاج وصيانة أنظمة وبرامج ذات قدرات عالية ومعقدة يكون العمل فيها غالبا عمل جماعي وليس فردي يركز على المشاريع ومتطلباتها ومراحل بنائها والتدقيق في جودتها يعني هذا عمل يعتبر عمل ضخم ويعني ناتجه يكون عمل ضخم ونظام ضخم من أهم الأمثلة التي ممكن أن نعرضها الآن في هندسة البرمجيات إنتاج لنظام أبشر نظام أبشر هو عبارة عن نظام كبير وواسع ويضم بداخل مجموعة كبيرة من الأنظمة المترابطة فيما بينها على مستوى المملكة كامل هذا النظام لإنشاءه كان لابد من الاستعانة بمتخصصين في الهندسة البرمجيات لأنه مشروع كبير ومعقد والمتخصصين عبارة عن فرق عمل وليس فريق عمل واحد لأنه كل نظام عبارة عن مشروع مستقل بذاته ومتكامل مع غيره إذن باختصار هذه كانت الأهم التخصصات الأساسية الخاصة بالحاسب الآلي في جامعاتنا سواء كانت الجامعات المحلية في المملكة العربية السعودية أو حتى الجامعات العربية والخارجية الحقيقة يوجد أكثر من ذلك يمكنكم الاطلاع عليها في كتابكم موجودة بيان في الجامعات والتخصصات التي تقدمها كل جامعة لكن بشكل بسيط هذه هي أهم الأساسيات الخاصة بالتخصصات الجامعية للحاسب الآلي نأخذ تقويم بسيط ما رأيكم لو نأخذ نشاط تقويمي نتأكد من فهمنا اختار للعمود الأول ما يناسبه من العمود الثاني العمود الأول يحتوي على التخصصات والعمود الثاني يحتوي على تعاريف لهذه التخصصات نأخذ دقيقة ونقرأ ونفكر أي منهم قد يكون تعريفا لهندسة الحاسب أو نظوم المعلومات أو تقنية المعلومات أو هندسة المعلومات نبدأ بالأول رقم واحد يهتم بالدرجة الأولى بدراسة برمجيات الحاسب وتطويرها أي التخصص يهتم بدراسة برمجيات وثم ينتج تطبيقات وينتج برامج هل هو موجود ضمن القائمة؟ الجواب هو علوم الحاسب وهو غير موجود ضمن القائمة ننتقل للثاني رقم اثنين يهتم بإنتاج وصيانة أنظمة وبرامج متقدمة ذات قدرات عالية ومعقدة مثل نظام أبشر أيهم ينتج نظام معقد وعالي القدرات إنه هندسة البرمجيات يجمع بين تخصص هندسة كهربائية وإلكترونية وتخصص الحاسب من يدرس هذا التخصص؟ من هو؟ هو هندسة أو قسم أو كلية هندسة الحاسب يهتم في بناء التكامل بين المعدات الحاسوبية والبرمجيات واحتياجات المستفيدين وذكرنا أنهم فريق وموجود في كل مكان وفي كل شركة؟ نعم إنهم تقنية المعلومات يجمع بين تخصص الحاسب وتخصص الإدارة إنهم نظم المعلومات هذه هي الإجابات الصحيحة درس اليوم كان بسيط ومعلومات بسيطة لكنها قد تكون مؤثرة جدا في حياتك وفي اختيارك لتخصصك في المرحلة الجامعية بإذن الله ننهي درسنا اليوم بسؤال ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا التخصصات الجامعية الأهم والأبرز وذكرنا أنها هندسة حاسب، علوم حاسب، نظم المعلومات وتقنية المعلومات وهندسة البرمجيات وذكرنا أنها ليست قصرا على هذه التخصصات فقط وإنما يوجد العديد من التخصصات هو الفروع الضمنية داخل هذه التخصصات ثم سنطرح سؤال مهم لو تخصصت أنت في علوم الحاسب أثناء دراستك الجامعية ماذا تتوقع أن تكون مهنتك؟ ماذا سيطلق عليك؟ ما هو المنصب الوظيفي الذي سيطلق عليك لو تخصصت في علوم الحاسب؟ فكر قليلا، إجابة هذا السؤال ستكون في الدرس القادم بإذن الله شكرا لكم أعزائي الطلاب والطالبات وأنتظركم بحول الله في الدرس القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر